أنوح لحديقة الأزهر موضوع تاني حديقة الأزهر كان فيه فعاليات بمناسبة عيد الموسيقى والبيع وكان فيه حضور كبير الحفلات الموسيقية وكان فيه أيضا ورش عمل هناك خلينا نشوف إيه اللي حصل في حديقة الأزهر ونرجعنا كامل ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير يا مصر نحن النهاردة موجودين عارضين من ضمن العارضين الموجودين في الإيفنت مشروع بيأتي هو مشروع بيشتغل على رفع تعليق البيئية والتعليم البيئي من خلال عمل مشاركات للشباب من سن 15 إلى 25 سنة بيبدأوا يدخلوا في بوت كامبس أو تدريبات لمدة خمسة أيام مع شركة أولوان وأوتار المشروع بشكل عام هو لمدة ثلاث سنين في كل شهر بنعمل حوالي اتنين بوت كامبس لشباب مرة من سن 15 إلى 19 سنة ومرة من 20 إلى 25 سنة وبنحاول على قد ما نقدر أننا خلال الخمس أيام بتوع التدريب بنبقى بنتزيهم مهارات وأدوات يقدروا يستخدموها علشان في الآخر يبقى عندهم طرق لعمل تغيير بيئي حقيقي النهاردة أنا موجودة في عيد الموسيقى والبيئة وشاركت في عدد من الورش العمل والمناقشات اللي كانت موجودة النهاردة واللي كانت جزء اللي أنا شاركت فيه كان متخصص في العلاقة ما بين التنقل وسائل التنقل المستدامة وأثارة بالفن النهاردة كان الكلام متخصص عن إيه علاقة الألوان وطريقتها إزاي ممكن إيه الألوان بكفن أو رسم أو إيه المواد اللي بتستخدم حتى في البناء وإزاي دي ممكن تأثر على العلاقة بالمواصلات واهتمام المواطنين بيها كانت تركيز شوية برضو على فكرة مشروع كايروبايك والألوان الخاصة بي وشكل المحطات ووجودها في منطقة وسط البلد وإزاي ده يقدر يربط الترز المعمرية المختلفة في وسط البلد وإزاي أن نستطيع تستخدم العجلة مثلاً علشان تتعرف عليها أو تمشي في وسط البلد عيد الموسيقى والبيئة دي أحلى حاجة إنه هو بيجمع بين الحاكتين حتى في آلات موسيقية معمولة ريسايكل فدي حاجة لزيدة جداً إحنا نجمع بين الحاكتين وطبعاً حسن المكان برضو مناسب جداً عشان هو طبيعة حوالينا من كل مكان فقدرين نبقى جراوندد أو متصلين مع ذاتنا ومع الأرض النهاردة يوم الموسيقى والبيئة المنظم من خلال معهد جوتا والمعهد الفرنسي وإحنا في GIZ من خلال البرنامج الوطني لإدارة المؤكلافات الصلبة EU Green عندنا النهاردة يوم بنوعي من خلاله بعد مفاهيم الاقتصاد الدائري فإحنا النهاردة لأول مرة في أول إيفنت في مصر بنستخدم بدل الأزاز الماء المعدنية البلاستيكية بنحاول نطرح بديل جديد من خلال الدعوة لاستخدام الأزاز المعدنية ووفرنا كل ديرات مية مفلطرة لتوفير مية على نفس جودة الماء المعدنية في النهاردة هناك مناقشات وكماً هناك ورش عمل عن هماية البيئة وأن الموضوع مختلفة للبيئة وبعدين في الليل في بارنامج موسيقى من الموسيكيين من ألمانيا من فرنسا وكمان من مصر بس أشان أظن الموسيقى والبيئة مهم لناس ويعني الموسيكيين يلعبون هنا في البرنامج يعني عنهم كثير كمان مهم يعني ينتبحوا بالهمية البيئة كمان مثلات الاكتراروزيبالة يلعبون الأنسرمين من زبالة ويغييرون دي ودية الفكرة مع الموسيقى وينودي بشكل موسيقى مع الموسيقى وانودي بشكل موسيقى وميقوا على الموسيقى أولاً هو عيد الموسيقى ودي هي النسخة الثانية من عيد الموسيقى والبيئة وهي فعالية نقيمها مع شركائنا المعهد في جوتا الألماني وقد بدأت من بالأمس بالفعل في اسكندرية وبنستكملها النهاردة وغداً وهي فرصة أن نتناول الموضوعين مع بعض الموسيقى والبيئة ونرفع الوعي بخصوص كل المشاكل البيئية المحيطة